خليني اقول لك ان انا فجئت انه تطبق بس على مرسعيد والاقصر. اي? انه هاشت الدهشة الاولى. اي? يعني ليه تطبق على مرسعيد والاقصر? وليه على مدى ثلاث سنين من اربعة سنوى النص بندرس يعني تطبيقه على المحافظاتين دولة بس? هو التأمين صحي الخطة بتاعته بدأت بيه انه هو هيتطبق خلال خمس سنة على محافظات الجمهورية. على ست مراحل. كل مراحل مراحلة بيتناول خمس محافظات او اربع محافظات بحيث يغطي المحافظات كلها. المرحلة الاولى منهم كانت المفروض ما بين الفين وتمنتاشر الى الفين وعشرين يكون نتطبق على بورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. فاللي حصل ان ده نفسه تعثر. ففاته السنتين وفاته سنتين تانين. يعني احنا دلوقتي مفروض نكون خلصنا مراحلتين طوع عشر محافظات احنا في حقيقة من خلصتش غير المحافظتين اتنين. بورسعيد. بورسعيد والاولوقسر. والمحافظتين دول عدد سكانهم اتنين مليون. اتنين مليون يعني اتنين فلمية من سكان الجمهورية. ما هيبطل المستفديك بالتأمين واحدة 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 في المية مشكلهم ليه دي بقى يعني ما هو زي ما حقا قلت كده ان في عندنا مشكلتين مشكلة في متابعة التطبيق في مشاكل لكن في هيكل القانون في مشاكل المفروض القانون وكل الدباجة بتاعته والدعاية بتاعته ان هو بيقول قانون تأمين صحي هيأمن على مية في المية من المصريين خلال 15 سنة يعني بيتطبق شاملا على كل المواطنين التأمين الشامل ده لما جم يطبقوه حتى في النعيشات اللي قبل التطبيق كانوا بيقولوا طب احنا هنحصر زي العمالة المنتظمة قلنا لهم زي ما كل دول عالم حصروها اللي هو الرقم القاومي انت عندك الرقم القاومي بتاع يعني هتأمن على محافظه برسعيد اللي مسجلين رقمهم القاومي سكانهم برسعيد هتطبق على مية في المية منهم ولما بتاع توسع في كل المحافظات يبقى طبقت على المية في المية من الشعب لكن لما جم يطبقوه ما تطبقش كده لما جم يطبقوه طبقو تأمين صحي اختياري اللي عايز يا جماعة يجي يسجل معنا ويشترك يجي فالناس تروح بس ده ضد فلسفته تماما تماما مفروض انه شامل بالزبط مش على رغبة ومنزاج المواطن بالزبط بالزبط يعني صحة المواطن مهمة للوطن حتى لو مش مهمة لحضرته بالزبط كده مش مهمة للمواطن نفسه دي مشكلته لو من بالي انا كدول بالزبط فلاز بيبقى شامل يعني شامل بالزبط هنا حولوه اختياري حولوه من شامل لاختياري طب ده قانوني ده موجود ده في القانون بيقول كده هو حراكة القانون ما قالش غير كلمة شامل لكن شامل ازاي ما قالش هو القانون مش مطلوب يقول الاجراءات دي اجراءات لكن التطبيق بعيد تماما عن الشمول وعن استهداف الشمول وبعدين هقول الحراكة على رضو على حاجة غريبة شوي يعني من صحي بدأ في مصر قطاعي يعني احنا قالوا ان احنا هنبدأ على العمال لان دي طبقة المنتجة وان نتوسع 64 انا ثم نتوسع بالتدريج يعني اول ما نطبق عليه التأمين الصحي في مصر العمال اه واتطبق على 140 الف سنة 64 كان النظام السائد هو المستشفيات الحكومية اللي بتعالج بشكل مجاني وقالوا ولكن الخدمة بقت مكلفة فالتأمين الصحي الناس هتدفع الاشتراكات فالاشتراكات تقدر تدبر نفسها عليها مش مشكلة بس نحسن مستوى الخدمة وفضلوا النظامين ماشي متوازين يعني التأمين قاعد يوصع بالتدريج على سنة 92 كانوا باربعة ونصف مليون في 92 دخلوا طلابة المدارس دخلوا على مدى خمس سنين كده فبقى فيه جزء ضخم من مجتمع دخل ثم بعد كده دخل جزء تاني من 97 لألفين واثنين الاطفال ما قبل سنة الدراسة فبقينا مأمنين على 58% من الشعب ودي كانت ميزة ضخمة ولكن الميزة دي كان فيها مشاكل ايه سبب المشاكل بقى وايه حلها اختلفت الامور اتقال ان سبب المشاكل النظام الصحي وكان المقصود بتغيير النظام الصحي هو ادفاق طابع تجاري على الموضوع وكان فيه الرأي التاني اللي احنا تبنيناه في لجنة الدفاع الحق في الصحة وقلنا لا يا جماعة ده سبب المشاكل حاجة تانية خالص سبب المشاكل ان مفيش اي نظام صحي في الدنيا ينفع يتطبق من غير ما يبقى فيه مقاومات اكسية عايزين اطباء عايزين مستشفيات عايزين اسرة عايزين ميزانية علشان تصرف على الكلام ده كله وان النظام الصحي اللي موجود ده ويشتغل بميزانية ده بيغزل برج الاحمر يعني ده الانهيار في ميزان الصحي سواتها كان 16 بنيار للـ 58% من شعب المصر اشتركوا في القناة